حبايبي طلاب التانية سنوي علمي وادبي ان شاء الله نحل اول كويز في الترايجونومتري في كتاب المعاصر تعالى كده نشوف اول سؤال في كويز 1 بيقول ايه؟ بيديني ترايانجل اسمه ABC وبيقولي الاسمول equal 6 وميجر انجل بي equal 2 ميجر انجل A equal 80 زينة C equal احنا عارفين ان اللوب بتاعنا A على سين A equal B على سين B equal to C على سين C احنا اتفقنا ان لازم يديني على ال measure of 2 angle هو هنا مديني measure بتاع 2 angle بس مش مدهم لك صراحة كده انت اللي هتجيبهم طيب واحد ممكن يقولي منتا اللي هو مش measure angle B add 2 measure angle A يبقى measure angle B بإيتي ومعنى ان measure angle B add measure angle A مرتين فتبقى لإيه بفورتي طيب انا مش عارف اجيبها كده تقدر تاخد كل واحدة من دول وتسويها بإيتي يعني تروح تقولي measure angle B زي ما هي هي زي ما هي مكتوبة كده وتسويها بإيتي بقيت measure angle B بإيتي هي وميجر أنجل A بس هو محطوط قبليها 2 equal A دي طيب انا عايز اجيب measure angle A هتعمل divided 2 هتعايز measure angle A بس فيبقى measure angle A في الحالة دي بإيكان بفورتي فيديك نفس الانصر اللي احنا مطلعين طيب تمام انا كده جبت measure angle B وجبت measure angle A طيب حضرتك عايز C small اللي هي الصايد اللي اسمه C فلازم تجيب الانجل بتاعته اجيب الانجل بتاعته ازاي 180 minus الاتنين دول دول مجموعهم 120 فيبقى measure angle C ب60 تمام تمام تعالى بقى هو مديك اللينس بتاع ال A فتقدر تشيل ال A small وتحط 6 تقدر تشيل ال A small وتحط 6 over sine ال A بكام احنا جاي بينها 40 equal ال C اللي انا عايزها small over sine measure angle C اللي هي 60 لو انت عايز تجيب ال C small فهتعمل cross multiplication 6 sine 60 over sine 40 فيبقى الانصر بتاعك رقم D بقى ده ال result بتاعك تمام تعالى نشوف سؤال كمان تعالى نشوف example 2 بيقولك ABC is equilateral triangle it's side length equal 8 root 3 than the length of the diameter of the circumcircle equal يبقى هو عايز الديامتر والديامتر هو 2R واحنا كنا واغدين اي side اي side على sine الانجل اللي في وشه يديني الديامتر اللي هو 2R في الاكيولاترال triangle كل sides قد بعض وكل الانجل كمان قد بعض يبقى انت عندك اي side بقيت root 3 وكل الانجل زي قد بعض فلو عملت 180 divided 3 ديك اي انجل فيهم ب60 فيبقى عندي 8 root 3 على sine 60 لو روحت حطيت دي عالكالكوليتور تلاقي الانصر بتاعك طالع 16 60 فيبقى عندك 2R اللي هي الديامتر بقى 60 60 فين 60 اهي number c تعالى نشوف اكزامبل كمان اكزامبل سري بيقولك عندي تريانجل اسمه xyz اكزامبل كمان سكوير الارية هو عايز الارية يبقى انا اللي محتاجه الار الار كانت اي side length على sine الانجل بتاعتها بس دي مش بتديني بقى الار دي بتديني 2R اللي هو الديامتر فكنت بعمل divide 2 واجيب الار منها طب انا عندي هنا 2x over sine x equal 8 صح اه صح طب امتى اقول ان ده ديامتر يعني 2R قال لي لو دي x على sine x طب دي هنا في 2 طب اعمل ايه عشان اطير التو دي قال لي تعمل divided 2 هنا و divided 2 هنا لما اعمل divided 2 هنا و divided 2 هنا تلاقي التو من هنا طارت فبقت x على sine الـ x equal 4 بقى عندي 2R equal 4 تماه لو عايز اجيب الار فهعمل divide 2 بقت الار بكام الار عندي بـ 2 يبقى اروح اعود بالر هنا باي وحط في براكت 2 باور 2 على الكالكوليتور تلاقي الانسر طالع 4 باي اللي هي نمبر سي تعال نشوف اجزامبل 4 بيقولك من تريانجل ABC مديني sine A plus B over sine A plus sine B equal A من الاختيارات اللي عندي طيب قبل ما اجاوبك عايز اقولك نوت كده تبقى واخد بالك منها اي 2 sublimentary angle sublimentary angle حطيت الاتنين دول جوة sine كل واحدة فيهم جوة sine يديك نفس الانسر ايه يا مستر هو يعني ايه اصلا sublimentary angle sublimentary angle يا حبيبي يعني مجموعة الاتنين مع بعض 100 يعني سيه مثلا لو حطيت sine 100 هنا تحط sine 80 علشان الاتنين مع بعض يبقوا عاملين كام 100 يعني سيه مثلا لو حطيت هنا 70 فحط هنا 110 sine 110 حطيت مثلا هنا 20 فحط هنا 160 جرب حتى كده على الكالكولاتور بتاعتك حط sine 70 ودوس equal وبعد كده دوس sine 110 ودوس equal هتلاقيهم هم الاتنين بيطلعوا نفس الريزلت جرب sine 20 وسين 160 هتلاقي الاتنين برضو بيطلعوا نفس الانسر جرب sine 100 ودوس equal وغرب sine 80 ودوس equal تلاقي الاتنين بيطلعوا نفس الانسر تمام تمام طب انا ليه بقول الكلام ده علشان دي اللي هتحللك المسألة حضرتك عارف ان اي ترينجل في الدنيا مجموع الانجلز اللي فيه 180 فانت لو عندك A plus B ايا كان اي رقم فمعنى كده انه نقدر اشيلها واكتب sine C ما هم التلاتة مع بعض بيعمل 180 اللي اتنين دول C مثلا مثلا ب110 يبقى دي ب70 وقولنا لو حطيت هنا sine اي تو supplementary angle يديك انه هم اللي اتنين equal لبعض فيبقى فوق sine C تحت sine A plus sine B تمام هنا بقى اقدر اشيل sine A وحط A اقدر اشيل sine B وحط B اقدر اشيل sine C وحط C فيطلع الانصر بتاعي رقم B تعالى نشوف example بص الاكزامبل ده بيولك ABC is triangle in which C 19 وميجر angle A 112 وميجر angle B 33 find to the nearest 2 decimal place H of B and the radius length of its circumcircle طيب احنا اتفقنا اول ما يديني to angle فانت على طول هتروح تجيب الانجل التالتة من غير ما تفكر ميجر angle C 180 minus مجموعة الاتنين دول مع بعض اللي هي 110 sorry 112 plus 33 3 تمام حط الكلام ده عالكالكوليتور بتاعتك تلاقي الانصر طالع B 35 degree يبقى انا كده جبت ميجر انجل C عايز ايه انا عايز اجيب البي فيبقى بي على صين البي صين البي اللي هي كام البي عندي 33 equal C اللي هي 19 على صين C اللي هي 35 لو حضرتك عايز البي فهتروح تعمل cross multiplication 19 multiply sign 33 over sign 35 حط على calculator ودوس على زرار lsd لما تدوس على زرار lsd تلاقي الانصر بتاعك طالع 20 point zero four تمام وكذا رقم كده اقف عند four وشوف الرقم اللي بعد لو الرقم اللي بعد four زيادة زيادة عن four فتزود four d1 هو عايزة to the nearest two decimal تمام طب لو سريه decimal هقف عند الرقم التالت اللي بعد point هشوف الرقم اللي بعدي لو اكبر من four فانا هزود الرقم ده one طيب اصغر من four او يساوي four فهسيبه زي ما هو زي ما نسبتو كده تمام يبقى انا كده جبت ال b زي ما هو عايز طب هو عايز كمان ايه عايز ال radius اللي سهلة نفس الرقم اللي انت جبته ده ده وتعمله equal to r تمام وحط على الكالكوليتور الرقم ده كده الواحد وشوف هيطلع كام واللي يطلع تعمله divided to تجيب منه ال r فتلاقي ال r بتاعتك طلع 16 point 56 وتعمل نفس الحركة هتقف عند 6 وتشوف الرقم اللي بعديها يزودها ولا لا تمام تمام بس بكده بحمد الله نكون خلصنا لو عندك اي مشكلة تواصل معايا وهحل هالك ربنا يوفق باي باي